بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر فور ديزاين اف ار سي فريمز ده هو تصميم الفريمز المسلحة بنتكلم على بارت وان اللي هو بيشمل انترو داكشن للدزاين بتاع الفريمز عندنا مجموعة من الاسمشنز اثناء عملية الدزاين اول حاجة بنقول البورتالي فريم consist of vertical member called columns and the top member which may be horizontal curved or beached بمعنى ان اي فريم عندي هو عبارة عن column وعبارة عن جردر الجردر دي ممكن تبقى هورزونطل او ممكن تبقى curved او ممكن تبقى beached بالشكل دوت يبقى في الحالة ديت ده تعريف الفريم rigidly connected يعني كل ال connections اللي عندك هنا rigid قادرة على نقل المومنت they are used in the construction of large sheets ديت امثلة على استخدام الفريمز او مثلا the bridges the base of portal frame may be hinged or fixed يعني الفريم اللي عندي ممكن يبقى hinged او ممكن يبقى fixed ده اللي هو مثال على الفريم ده الكولم دي الجردر وده الباز او الفوتينج اللي عندي ده شكل التسليح اللي موجود في الفريمز ده تسليح صورة بتوضح ال connections بتاعة الكولم مع الجردر وازاي حديد التسليح بيبقى موجود الكلام ده ان شاء الله هنشوفه بالتفصيل هنا عندي برضو فيه هنا عمود وفيه هنا double cantilever ده احد انواع الفريمز اللي بتستخدم في الكباري زي ما احنا شايفين هنا ان الجردر ميلة الجردر horizontal هنا beached بمعنى فيه فرق فيه المنسوب ده اللي بنسميه two story او ممكن يبقى multi story يعني عندي اكتر من مستوى four shit اللي هو عملية التغطية زي ما احنا شايفين دي ورشة اللي اسبان دوت كبير جدا فاحنا محتاجين system بحيث ما يبقاش فيه اعمدة داخلية فبنستخدم L frames ده مثال على استخدام اللي frames اللي frame دوت زي ما احنا شايفين ده steel structure لكن ممكن بنفس system دوت يتعامل frame واللي frame يبقى خرصانة يعني تبقى دي الجردر ودي secondary beams وده السقف اللي عندك ده ال inside view طب بنكمل في ال assumptions بنقول have high stability against lateral loads يعني لما يبقى في عندي lateral loads اللي frames في الحالة ديت بيبقى system ممتاز لمقاومة الاحمال الجانبية الportal frame is statically indetermined structure يعني مش determined ولكن indetermined in the case of building the portal frames are generally spaced at interval of 3-400 يعني لو هي دي الarea بتاعتي بنحط مجموعة من الفريم اللي spacing ده بيبقى من 3 إلى 400 مت reinforce the concrete slab cast monoracycally between the frames يعني اللي frames ديت بنحط البلاطة بتاعتها وتتصب في نفس الوقت مع اللي frame ده في حالة لما يبقى عندي frame بيبقى عندي بيرد لينز اللي هي العمودية على الفريم ديت اللي هي عبارة عن البييرد لينز اللي هي عشان احط عليها السقف بتاع السيستم اللي انا اشغال عليه the base of column of the portal frames are either fixed or hinged analysis of frame can be done by any standard methods يعني اي كود ممكن نشتغل عليه واحنا بنعمل الاناليسيز بتاع الفريم columns are designed for axial force and bending moment whereas beam is designed for bending moment and shear force وطبعا ده شيء طبيعي في حالة الفريمز طيب عايزيني نشوف بعض الاشكال للفريمز المستخدمة في عمليات التغطية دي اللي سبان اللي عندي اللي انا عايز اغطيه ومش عايز احط اي عمدة داخلية فيبقى ده السيستم بتاعي ده عبارة عن girder ده المين girder وده الطاي اللي موجود وده اللي هو البوس وزا ما احنا شايفين الفريم ده بيتكرر كل مسافة وده اللي سلابز اللي عندي ويفضل انها تبقى one way solid slab علشان ما تاخدش حديد كتير ده نفس السيستم اللي فات اللي هو المين سيستم بتاع الفريم ولكن السقف كله في منسوب واحد اللي هو في اعلى الجردل اللي عندي وزا ما احنا شايفين ده مجموعة secondary beams اللي بينها مجموعة من البلاطات اللي هي one way slab طيب انا ممكن اغير برضو في السقف اللي عندي يبقى فيه جزء علوي وفيه جزء سفلي وده بغرض الاضاءة يبقى فيه اضاءة عندك داخل المصنع زا ما احنا شايفين فيه جزء من السقف مرتفع وفيه جزء تاني منخفض ده كله علشان تعمل تهوية داخل المصنع بتاعك طيب لو انا هستخدم برضو نفس اللي هو ممكن اعمل الاضاءة بشكل مختلف بمعنى انك تعمل البراطات عندك بين ومستوى عالي بعد كده في مستوى اقل مستوى عالي ويبقى في الحالة دي ده الاضاءة اللي عندك داخل المصنع طيب نفس اللي هو المين سيستم اللي انا ممكن اعمل السقف بشكل مختلف خالص واخلي الاضاءة في الحالة دي بالشكل دوت ويبقى عندي برضو البلاطة منخفضة وفيه بلاطة في مستوى اعلى وهكذا يبقى انت خلقت هنا ده السيستم بتاع الاضاءة المطلوبة للمصنع دي اللي بنسميها الارشد سلاب برضو بنستخدمها في حالة المسافات الكبيرة بيبقى عندي البلاطة كيرفت وتبقى وان وي سلاب ترجمة نانسي قنقر